يوجد أضرار مؤكدة أيضاً من التدخين الإلكتروني ولكن على القلب والأوعية الدموية التدخين الإلكتروني ده بيأثر على القلب؟ هتعرفه حالة بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم يعني ناس ما عندهمش ارتفاع في ضغط الدم لما بيبدأوا التدخين الإلكتروني بيجي لهم الضغط اللي عندهم الضغط، الضغط بيزيد يعني بيبقى uncontrollable زي ما بيقولوا حتى لو بياخد دواء، بتلاقي الدواء ما بيجيبش نتيجة خلاص؟ بيحصل زيادة في معدل ضربات القلب عن المعدل الطبيعي وإحنا قلنا في حلقة النهاردة يعني خطر زيادة ضربات القلب دي عن المعدل الطبيعي ربنا خالق كل حاجة بقدر وبمقدار وبنظام معين ومحنا بنكتهد قوي إن إحنا اللخبط اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقه يعني شيء مدهش الحقيقة ويعني كل واحد كده يحكم حقله مش كل واحد فينا مش المثل بيقول لما ربنا سبحانه وتعالى مثل جميل يقول لما ربنا سبحانه وتعالى وزع الأرزاء وزع العقول ايه؟ وزع الأرزاء محدش عجبه رزقه ولما وزع العقول كل واحد عجبته دماغه كل واحد مش بس في مصر في الدنيا فاكر إن دماغه دي أهد حسن حاجة طيب يا عم ما تفكر كده شوي ولا فكري شوي ربنا سبحانه وتعالى خالق نظام معين لجسمك للتنفس وللقلب وللجهاز الهضمي وللجهاز العصبي تقوم حضرتك أو حضرتك بتكتهده جدا وإيه؟ وبتدفعه فلوس كتير قوي عشان تلخبطه النظام ده طب ده إيه بقى؟ ده إسمه إيه؟ خلاص؟ طيب إيه تاني بيحصل أضرار على القلب؟ زيادة فرص حدوث النوبات القلبية النوبات القلبية اللي هي الأزمة القلبية وده نتيجة نقص الإمداد الدموي للشرايين التاجية اللي هي الشرايين اللي بتغذي بقى عضلة القلب شخصية يعني تدخين الإلكتروني أول حاجة بيضربها أو بيأثر فيها الشرايين اللي بتغذي عضلة القلب من ضمن الأضرار برضو حدوث الحساسية المفرطة فاكرين برضو في النفس حلقة النهاردة تكلمنا عن الحساسية المفرطة ربنا يرحم البنت اللي توفت والله العظيم دي قصة حقيقية دي حصلت من أسابيع قليلة خلاص يعني قصة مؤكدة مش حاجة يعني بتتقل كده وخلاص حساسية مفرطة تجاه حاجة أحيانا بقول لكم بتحصل من مواد غذائية في الأكل بتحصل من أدوية بتحصل من مشروبات خلاص زيوت المستخدمة في التدخين الإلكتروني من أعلى المواد اللي ممكن تحدث حساسية مفرطة وهذه الحساسية المفرطة قد تؤدي إلى الوفاة وده اللي حصل في القصة اللي أنا حكيتها لكم في الجزء الأول إن البنت الله أعلم طبعا يعني خلاص ربنا يرحمها بس كان فيه بقى اتنين متهمين في القصة كانت بتشرب مشروب طاقة أول مرة بتشرب مشروب طاقة أول مرة في حياتها تشرب مشروب طاقة وأول مرة تعمل تدخين إلكتروني تشرب تدخين إلكتروني توفت بنت عندها 17 سنة تمام التدخين الإلكتروني برضو له أثار سيئة جدا على العيون بيؤدي إلى حالة إحمرار العين الدائم تلاقي فيها العين على طول حمرة وبتحصل التهابات متكررة في العين والتهابات العين دي مشكلتها إن هي بتاخد وقت في العلاج يعني بتاخد وقت شوية في العلاج أثر برضو التدخين الإلكتروني السيئ على الفم والأسنان إنها بتعمل ألم ألم في الفك وفي الأسنان وبتعمل حاجة اسمها تقرحات اللثة أو جمع قرحة يعني بتعمل قرح متعددة في اللثة طبعا ده بخلاف الرائحة الكريهة للفم بشكل عام التدخين الإلكتروني برضو له أضرار على الجهاز العصبي التدخين الإلكتروني ألا مش بس مشروع الطاقة أيوة التدخين الإلكتروني له أضرار على الجهاز العصبي بيؤدي إلى العصبية الزائدة نتيجة زيادة الأدرينالين كل أنواع التدخين الإلكتروني بتزيد درجة الأدرينالين في الجسم كل الأنواع الأدرينالين زاد حتى بيسموا الأدرينالين ده إيه أكيد حضراتكم جزء كبير منكم ممكن يبقوا عارفينه كنوع من الثقافة بيسموا الأدرينالين ده هورمون الغضب خلاص حتى يقولك إيه لما حد يحكي الحد يقولك أنا بس عرفت بقى الموضوع ده الأدرينالين طلع وروحت بقى تقنقت مع الناس دي قلت لهم إزاي تعملوا كده الأدرينالين ده مرتبط بالإيه هو مش بس طبعا مش بتاع الخنائات يعني هو مرتبط باليقظة ومرتبط بالتنبه الشديد ومرتبط بس زيادته زي ما لسه بنقول زيادته مبدئيا بتعمل ارتفاع في ضغط الدم خلاص وكل حاجة تزيد عن المقدار اللي ربنا سبحانه وتعالى منظمه جوه الجسم مش هقولكو بقى بالملي ولا بالحاجات دي لا ده يعني إيه بوحدات قياس احنا ما نعرفهاش لسه الله أعلم عنها يعني هو بقى ربنا سبحانه وتعالى يهدي ناس ويعرفوها لنا إيه الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى خليقها بمقدار جوه جسمنا لما حاجة تزيد يحصل أثر سيء فالتدخين الإلكتروني يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأدريناليين في الجسم وبالتالي يؤدي إلى العصبية الدائمة كمان بيكون فيه تأثيرات سلبية ده احنا بنتكلم على تأثيرات التدخين الإلكتروني دلوقتي على الجهاز العصبي تأثيرات سلبية على الأوعية الدموية للمخ والأعصاب ما هو الأعصاب والمخ دول ما كل حتة في جسمنا رايح لها شرايين وأوردة الشرايين بتديلها الدم الكويس والأوردة بتاخد الدم اللي هو عايز ينقى تمام؟ الشرايين والأوردة الأوعية الدموية اللي بتغزي المخ والأعصب بيحصل فيها لخبطة